اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالتجسس من محظورات المجالس السورة الثانية حبيباتي ماذا تستمتج منها؟ أحسنتم حبيباتي إقامة أحد من مجلسي للجلس مكاني السورة الثالثة أحسنتم النميمة أو الغيبة أما السورة الرابعة حبيباتي ما هي؟ كثرة الضحي هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف على محظورات المجالس أولا التجسس على الناس في المجلس من محظورات المجالس أيضا إقامة أحد من مجلسي للجلس مكانه ثالثا ارتكاب المنهيات في المجلس ما هي هذه المنهيات حبيباتي؟ الغيبة النميمة الاستهزاء والسخرية هيا بنا حبيباتي لكي نجاوب معنا على هذا السؤال ما نواجب عليك فعله في الموقف الآتي؟ صديق يكثر الضحي في المجلس اكتبي محظور من محظورات المجالس على هذا الموقف أحسنتي عدم الضحي في المجالس والآن حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 132 لكي نجاوب معنا على السؤال الثالث ورأس السؤال حبيباتي قم بتوصيل كل محظور من محظور المجالس بالدليل الذي يناسئنه أول محظور حبيباتي التفريق بين اثنان في المجلس ما الدليل على ذلك؟ أحسنتي أحسنتم حبيباتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحمي رجل أن يفرق بين اثنان إلا بإذنهما المحظور الثالث التجسس على الناس في المجلس ما الدليل حبيباتي؟ أحسنتم قال الله عز وجل ولا تجسسوا المحظور الثالث كفرق البحث ما الدليل على ذلك حبيباتي؟ أحسنتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرة الضحك تميت القلب المحظور الرابع قامت أحد من مجلسه يجلس مكانه ما الدليل على ذلك حبيباتي؟ أحسنتم حبيباتي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا أحسنتم حبيباتي المحظور الخامس اتكاب المنهيات في المجلس مثل الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية الدليل حبيباتي قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يفتل بعضكم بعضا أحب أحدكم أن يأكل لحم أهله ميتا أحسنتم حبيباتي